بول لوجن اليوتيوبر نقق خصمه الجديد للماتش الملاكمة وبرأيه رح يكون خصمه الأخير شفنا التلميحات من روكستار هالمعقول يعني انه جران تيفت أوتو سيكس الربيت وأكيدة ما رح تكمل الحلقة إذا ما شفنا الهدسة الحق 600 دولار من أبل كلها الأخبار وأكتر بحلقة اليوم من درادار هلا جميع معكم دراد واليوم نحن هيك على أخبار للعب أول خبر عني اليوم إنه المراجعات الأول بل دراد أنا كمان بدي هودي لا يكتركني مسقع فيلم من هون إنه المراجعات الأولية للعبة سايبر بنك صدروا وعن منشوف إقبال عالمي عليها واتفاق منهم ع كم نقطة سلبية يعني كل النقاد مضحوا سايبر بنك بقدي القصة بتتأثر بالقرارات هيدا اللعبة هي اللعبة رح تفشلنا خلقنا مظبوط خصوصا لما يجي الموضوع للرول بلايين جيمز لأنه فعلا القرارات بيغيروا لك مصيرك بهاللعبة وما ضروري يكونوا قرارات مهمة قرارات صغيرة معقول تأثر بشكل كبير على كيف العالم لحواليك مكون يعني معقول تقتل شخصية ما لازم تموت بمعركة ومن وراء إنه هالشخصية ماتت تسكر مصلحة شخص يخسر شغله هالشخص يشترك مع عصابة ويصير عنصر أساسي ومزعج لتقدمك باللعبة هالقدي عم ينقال إنه قراراتك رح يكون إلى تداعيات وكمان حكيوا عن إنه السايد ميشنز فيها لللعبة لأنهم كمان بيأثروا على مصيرك باللعبة يمكن بيسايد ميشنز تتعرف على شخصية جديدة هالشخصية تفتح لك مجالة تصير أصحاب مع عصابة وبدل ما يكون بدك تعريقهم يصير بدك تحلم معهم ديبلوماسيا وساعتها بدل مرحلة قواص بتصير مرحلة سؤال جوال هولي كلهم مش طبق الأصل شو الموجود باللعبة بس عم جردي بوصيل فكرة تقدي القرارات الصغيرة عندها بوترفلاي افكت وبتأثر وهيضا عمصر لحاله بخاليها تكون أقوى لعبة RPG صادرة وبعد مفتنا بالجرافيكس وجمال اللعبة وتقديد الشخصيات وعمق القصة وعمق الـ Customization System وعمق كيف فيك تطور شخصيتك كلمات تكون قوية بأساس مختلفة يعني فعلاً كل دق سايبربونك رح تكون عم بتعيش اختبار جديد بقلب هالمدينة يمكن فيها عناصر مشتركة بس منهم أكتر من عناصر مشتركة اللي يدفعوا القصة اللي تمشي لقدام بس أصحابنا بشركة GameSpot حطوا مراجعة ألعاب لعبة Pokemon وAnimals Crossing في 2020 لتراجع سايبربونك في 2077 وعطتها 7 على 10 لأنه مناهيت فيه اللعبة مناهيت فيه Animals Crossing بليني أهداف بس سايبربونك مناهيت فيه على كل حال النقطة السلبية الجمعوا عليها النقاض هي نقطة البقز وأنه اللعبة فيها مشاكل وبقز ما أنهم موجودين كفاية لينزعوا اللعبة بس موجودين كفاية لتنتبهلون انتوا وعمتلعب بس كمان كلهم أجمعوا أنه بما أنه هايد اللعبة من شركة CD Projekt Red ومجربينهم بويتشر أنه هول البقات والمشاكل ما أنهم إلا مسألة وقت قبل ما يتصلحوا أنا شخصياً عملها داونلود وإن شاء الله يقدر ألعبها هلأ ما بعد ما خلدي الشغل لأنه عم حك وحاسس ريح حبه كتير بصين مجموعة أشخاص مش قادرين يحصل على الجرافيك كاردز الجديد قرروا يخذوا محل MSI ويسرقوا جرافيك كاردز بقيمة 300 ألف دولار يمكن قرروا يعملوا هاك من بعد ما سمعوا قدي سايبر بونك مطلبة أو يمكن من بعد ما سمعوا باخر تيزر من روكستار عن جي تي اي سيكس باخر فيديو نزلوا روكستار على تويتر بيّن على كعبه باخره أنه فيه إحداثيات وإذا بتحط الإحداثيات على جوجل مابس بيتلعب وجهك هالطريق يلي جاي على شكل رقم ستة بالروماني يعني عم بلمحوا أنه جي تي اي سيكس قربت كتير أنا شخصياً اعتبرت من بعد أعلانهم عن T-A5 Online على PS5 أنه سينايموننا سنة 2021 وما نعرف شي عن Grand Theft Auto 6 بس شكله على القليلة خلال سنة الجاية سيتم الإعلان عنها ونبدأ نعرف شوية تفاصيل أكتر عن قصة شو الإضافات راح تكون عليها وأي نظام راح تتبع فأكيد أول ما يبدأ يبين أي أخبار عن الموضوع راح تلقون هوني فعملوا سبسكرايب أنا موجود معكم كل الوقت بس ما راح يكون موجود معنا بسنة 2021 هو بس دران عجد؟ لا تجلط عليك ايه واحد راح المزرح منه مهضوم ما راح يكون موجود معنا بسنة 2021 هي أحداث الإي سبورت في فورتنايت بالملاعب وعلنوا من الآن أنه كل سنة 2020 ما راح يعملوا أي تجمعات وبرأيي هذا أعلان بكير شوي بس كمان منه كثير بكير لأنه ما راح فعلاً يعرف أنه ستنحل الأزمة العالمية فلايش لا ماكسمون بيرجعوا بيعلموا أنه ليس الحال سنعمل إيفانت مش عم يتجوزوا أنه ما يعملوا الإيفانتات علنوه ماذا قلت معنا؟ لا أعرف لكن لو أريد معنا لأحكي عن هذه الشركة ما كنتوا سمعتوا فيها عندي وكمان بسنة 2021 ما راح يكون موجود معنا كلمة blind playthrough على تويتش بالأجنبه كلمة blind playthrough بتعني أنه يلعب اللعبة على العميان يعني أنه يلعبها أول مرة وما بيعرف شي عنها فالعالم استقلت من استعمال كلمة blind لأنه اعتبروها موسيقى للعميان بذكر الجميع أنه كلمة blind playthrough ما النشتيمة أو عبارة موسيقى ولكن وصلت الروح الحساسي لأهونيك عند الأجانب ويعطيهم العافية يفكروا بكل التفاصيل لما يجرحوا حدا مع أنه لا أعرف إذا سيشاهدوه شيء محال الشباب لا يهمه يوتيوبر الثاني ملح خاطبه لأنه أجنبه كمان ولأنه لم أحب أتحدث مع الأموات هو بول لوجن الذي قرر من بعد ما أكل أتلة قدام KSI بالحلبة أنه يصارع هالمرة بطل العالم على 20 ألف مرة فلويد مايوذر الزلميل لا يعرف يكتب ولا يقرأ أو يتنفس أو يأكل لحاله كل اللي عامله بالحياة هو يقاتل لو سل القمة بول لوجن كونه يوتيوبر عنده كم مليون سبسكرايبر حاس حاله عنده السئل كافية ليتحدى رجل اللي هو 20 سنة بكسر أسنان عالم على معركة قلب الحلبة وهذا شو سأتفعله أحضره لأنه لا يمكنني أتوقع أقل من مجزرة قدامنا وإن شاء الله لا يأجلوا هالإفنت ولا نهار إلا إذا يأجلوا ليعملوا أحلى مثل برينس أو برجا يوبي صفت علنوا أنه التاريخ إصدار برينس أو برجا رح يرجع يتأجل لأنه حبين أنه ينجحوا بهالإصدار فسمعوا ردة فعل العالم السلبية على الجرافيكس وقرروا يرجعوا يعملوا لإعادة هيكلة لتطلع على التوقعات العالم تحية لأيوبي صفت على هذه الخطوة الحلوة وفرجوا مجتمع اللعيبة أنه عن جد يحتدموا سلسة برينس أو برجا وعام بجدوا يعطواها حق قبل كامل بس الرأس شو؟ جولد دايموند بلاك بلاك برابو جوجل ستاديا عطونا تحديد جديد عن اللي عم بيصير معهم وصارت هلأ متوفرة بتسع بلدان جديد بيوروبا يعني عم ببلشو شوية شوية أربوا أكتر وأكتر على الانتشار بكل العالم ومش بس هيك صار فيك بكبسة زر انت وعم تلعب على ستاديا تطلع لايب على يوتيوب خلص صارت كبسة من عندهم والخدمة تقريبا ببلاش لأنه كل عليك تعامله هو أنك تشتري لعب من ستاديا لأنه أول سنة يبدأ عند ستاديا وبعد هذه السنة تدفع 10 دولار بالشهر كمال الاشتراك ومع ذلك الكمنكشن المليحة عندك وما عندك بي سي كتير قوي أثبت لك تلعب سايبر بنك 2077 بنهار الإصدار على ستاديا وهكي بتوفر على حالك داونلوود ودايوان باتش وهات يحمل وهات ما يحمل للبي سي الكلاود جيمينج عم ببلش أكتر وكتر يبين قيمته لما يكبره الإصدارات إيربود زي أساسة الهاتفونز بلا شريت من أبل ومهندسين بالتحديد ليصرخوا تلعوا فيي أنا معي مصاري وينما تروح أول ديزاين من أبل كان ويرلس إيرفونز وكان ناجح كثيرا وحاليا عم منشوف نسخة الهاتفونز فوق الدينة من هذه السرسلة ليبين العالم أبعد انه انت كمان معك مصاري لمهمة بالديزاين انه كثير سليك ومرتب بعد ما في مراجعات لنفهم إليه جودة الصوت قوية بس حطين فيها أنزمة كثيرة ولحد التسع مايكروفونات محطوطين فيها ليقدروا يمحوا كل الأصوات اللي حواليك أو يفتحوا لك مجال تسمعهم بالترانسبارنسي مول بكبسة زر وكمان حطل فيها نظام بيعرف وين موجود رأسك ليعطيك صوت ثلاث الأبعاد وتحسس حالك قاعد بقلب الفيل وكمان فيك تضبه على شكل جزدان كيوت وكل هولي بستمائة دولار بس فيك تشتري بلاي ستيشن 5 أو هاتفونز بالأبل لو قد ما كانت كلنا منعرف أنه 600 دولار رقم خيالة لهادست بدون مقارن مع أي شركات تانية أحسن ما حدا يزعل بس أفخم الشركات وأفخم هاتستات اللي بيجي معهم مكانة ومئة قصة بيطلع بـ 400 دولار ويتحسن أنه أوكي غالية شوي بس أنه هاي هي أبل ما بعرف إذا قالها معنا بعد نسأل أو نحكي أو نشتكي من الموضوع أبل هي ماركة عرفت استغلت روح التكبر عند الناس وحطت حالة بأسعار خيالية الواحد مش بس يشتري المنتج تبعهم يشتري معهم صورة الإنسان بيحمل منتجات أبل J7 for Life وآخر خبر عنا اليوم أنه لعبة الموبايل من رايد جيمز League of Legends Wild Rift صدرت لأنه فتحوا سيرفرات الأوروبية هالأسبوع هذا خبر أكيد كتير حلو لمحبين هالشركة وهذا يمكن أول محاولة ضخمة أنه موبا تترجم على الموبايل فون من شركة ألعاب طبيعية هل معقول نشوف الموبا عم تكسح الشرق الأوسط مثل ما صار مع البتل ريال؟ مازل هلأ صار في موبا على مستوى هناك معقول بشكل أن الألعاب مثل League of Legends وData اللي بيفهم 100% إنجليزة بدهوا يفسروا شو عم بصير وإذا حدا مش لخته الأساسية إنجليزة أو مش متقوة فيها كتير رح يلاقي كتير صعوبة أنه يدخل بجوه يدخل على علامة فعلا يختبرها ويحبها بس بغض النظر رح كوني متابعة هالإصدار عن قرب لشوف شو رح يصير معهم بهالتجربة الجديدة وأكيد منتمنى لو كل التوفيق وعلى كل الحال كماكن دراج شاركو بصدحيون رايكات قرارات وشعر رايكات قرارات وشعر رايكات قرارات فحيس بك تويتر انستغرام واني اسجرر تسوقوا بحاجة جديدة